المؤمن هو ملح للأرض وطبعاً الملح لما بتحطه في المي بيدوب وبيتخلل كل نفس كل شيء هيك المؤمن بالمجتمع المؤمن في المجتمع بيكون فعلاً بركي وبيكون ملح للأرض لكن المشكلة مثل ما قال الرب يسوع المسيح إن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجاً ويداس من الناس طبعاً المشكلة الكبيرة إذا فقد الملوحة طبعاً بحكولنا علمياً أن الملح لا يفقد ملوحته لأنه بالواقع هو كلوريد السوديوم لكن بيفقد الملوحة لأنه بيختلط في أملاح أخرى وفي معادن أخرى فمثلاً البحر الميت ملي بالأملاح والمعادن الكثيرة وكل نوع له خاصيته حتى بيستخرجوا الطين اللي بيحطوه على الجسم حتى يشفى الجلد لكن أحبائي عادة هون بالمصانع بتشوف شوارع من الملح ولسيما حتى يصلوا منتصف البحر نشكر رب إن هاي السنة مطرت كتير فشوي المي عليت في البحر الميت لكن لما بتكون المي جافة بتشوف كأنك أنت في القطب الشمالي كأنه شيء بيشبه الجليد التلج يعني وهذا هو الملح لما بينشفق لما بيتجفف لكن لما بيختلط بالطراب وبيختلط بأمور أخرى الملح بيفسد ما فيك تحطه على الطعام وهكذا أحبائي إن فسد الملح إذا تأثير المؤمن وشهادة المؤمن فسدت طيب شو ممكن نقدم لهذا العالم إخوتي وأخواتي يمكن من ناحية الملح بتطرق بعض التغيرات الكيميائية فيتنجس لكن أو إذا اختلط في الطراب يعني لو سفرنا أكتر لنهاية البحر الميت بتشوف شوارع من الملح بيستخدموها حتى السيارات بتمشي عليها لما بيختلط المسيح مع العالم الناس بتدوسه بيفقد تأثيره وبيفقد ملوحته وبيفقد كل شيء وحياته بتكون أصعب وأخطر الشيء اللي بميز أحبائي المي لما بتغسل بالمي وبتغلق المي طبعا بيفصل بين الملح والتراب هكذا أحبائي محتاجين إحنا فعلا نكون في محضر الله في كلمة الله حتى نتنقى يوميا أمام الرب ترجمة نانسي قنقر